احنا عارفين طبعا معاش تكافل وكرامة واحد من البرامج الاجتماعية الأقرب لقلوبنا يعني لو لقيت كده وسألت المصريين يا قرب حاكتين لنا حياة كريمة وتكافل وكرامة سواء كنت مستفيد أو غير مستفيد اللي اتنين دول قريبين قوي قوي من المصريين لأن فيه منحياز حقيقي لطبقات اتحرمت كتير من أي دعم من الدولة أو دعم مباشر من الدولة سيادة الرئيس أعلن خبر بنعتقد أو هو بالتأكيد من أهم الأخبار الفترة دي فكرة محدود الدخل ونضرح مرة أخرى على محدود الدخل عشان نعرف نواجه مع بعض تداعيات أزمة اجتماعية واقتصادية بتمر بالعالم كله النهاردة في اجتماع سيد رئيس مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارات مهمة جدا أولها هي التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية أنه يتم تطبيق زيادة حقيقية في عدد الأسر اللي تستفيد من برنامج تكافل وكرامة بواقع الرقم اللي جاي ده بقى مهم مليون أسرى خلال الست شهور اللي جايين يعني عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يوصل لعشرين مليون مواطن على مستوى الجمهورية وده التكليف لوزارة التضامن الاجتماعي لو فاكرين وقت كورونا كان فيه فكرة إعانة البطالة أو إعانة كورونا أو المساعدات الاستثنائية إن احنا نسمع مرة تانية عن مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرى لمدة 6 شهور ده خبر أولا يترجم لك الواقع الاقتصادي الحقيقي العالمي ويترجم لك مسؤولية الدولة تكلفة الدعم الاستثنائي ده مليار جنيه شهريا بتصرف للأسر الأكثر احتياجا وأيضا أصحاب المعاشات اللي بياخدوا معاش أقل من 2500 جنيه لأنه طبعا 2500 جنيه رقم لا يقيم أسرى أيضا العاملين بجهاز الإداري الدولة اللي بياخدوا رواتب أقل من 2700 جنيه شهريا خطوة مهمة أوي في أي جلسة كده هتعودها مع أصحابك أو مع ناس تعرفهم المتأثر أوي بالوضع الاقتصادي أوي مش متأثر هتلاقي بيكلمك عن ارتفاع سعر الأكل الأكل بقى غالي جدا وعشان كده برضو ده موضوع جانبي يعني كفاية بقى أكل بره وكفاية محلات فاست فود وكفاية أكل غالي جدا وقمته الغذائية قليلة جدا الدولة بترجع بقى تقف وتعلن مسؤوليتها وتقول الأمن الغذائي كمان مسؤوليتنا فمن ضمن القرارات تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال والتوسع في أنه يتم طرح كاراتين سلع غذائية مدعمة بنصف تكلفتها عدد السلع أو الكاراتين دي المفروض برضو دي ما بنقول حضرات وزارف استثنائي 2 مليون كارتونة شهريا على مدار 6 شهر اللي جايين وبيتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة كل أجهزة الدولة وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام دي ما بقول حضراتكو قرارات النهاردة استثنائية لكنها اقتصادية في المقام الأول وزارة المالية كمان تم تكلفها بأنها توفر الموارد المالية اللازمة لكل هذه الاحتياجات ما هو بالتأكيد وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الأوقاف أي وزارة هتكون مسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وزارة المالية مسؤولة عن الدعم المالي اللي مفترض من الحزبة الأولانية اللي يوصل له حوالي 11 مليار جنيه للدعم سيد الرئيس كمان النهاردة في الاجتماع تابع مخزون السلع الاستراتيجية الأساسية الحبوب، الغلال، الزيود دول الثلاث سلع اللي احنا طول وقت نسأل عليهم ونتطمن على مخزوننا الاستراتيجي فيهم وزارة التموين النهاردة أعلنت أنه مخزون السلع دي كفينا سبع شهور قدام تاني اللي بيستغرب إحنا ليه بنتكلم في الكلام ده لازم يقرأ أخبار عالمية لازم يقرأ العنامين الرئيسية في أهم الدول الأوروبية هتلاقي أنه أي حد بيكلمك عن قضايا جنبية هو بيكلمها بقضايا سياسية اجتماعية أي حد بيكلم بيكلم من باب التالي لكن الأول هو التحدي الاقتصادي الحقيقي اشتركوا في القناة